فتن جديد فتن جديد سادة المشاهدين من فتيان الإسلام أسلم وعمره سبعة عشر عاما صحابي جليل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه خال النبي عليه الصلاة والسلام كان من أوائل من أسلم وكان فتن شجاعا جسورا مؤمنا بفكرته حريصا على أن يدعو الله تعالى بدعاء يستجيب له فيه فقد كان مستجاب الدعوة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة وفعلا أطاب مطعمه فلم يدخل إلى فمه لقمة حرام منذ أن دخل الإسلام عمره 17 سنة إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه المهم هذا الفتى الشاب تعرض الامتحان في بداية إسلامه وهذه الامتحانات في بداية الإيمان أو بداية الإسلام تكون متميزة لأنها تدلل على قوة الإيمان والعقيدة كان له أم وكان يحبها حبا شديدا فلما سمعت أنه قد دخل في الإسلام وهي لا زالت على دين الكفر قالت يا سعد ما هذا الدين الذي ابتدعته والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو أموت فيقول عنك الناس ويعيرونك قاتل أمه فبقيت يوم واليوم الثاني وأخذ منها الجهد كل ما أخذ وسعد يتوسل بها أن تأكل أو تشرب إلى أن قال لها والله يا أم لو كان عندك مئة نفس فخرجت واحدة والأخرى على أن أترك هذا الدين ما تركته فلما رأت إصراره وعدم رجوعه رغم حبه وبره بأمه فتركته وأكلت وشربت المهم هذا الفتى الشجاع كان لا يلهو مع الفتيان ولا يلعب كما يلعب كثير من الأولاد وإنما كان يتدرب على الرمي منذ نعومة أفاره فكان سهمه لا يخطئ ومشهور بين الصحابة أن سهم سعد بن أبي وقاص لا يخطئ وكان رامياً مسدداً بين يدي رسول الله فقد رمى في بدر وقد رمى في أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله النبل ويقول له إرمي يا سعد فداك أبي وأمي تصوروا شاب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له فدا أبي وأمه إرمي يا سعد فداك أبي وأمي يقول فكنت أخذ السهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أترك سهماً إلا ويصيب مرماً من الكفار حتى كان يعطيه بعض السهام بلا نبل كما ورد في الصحيحين وكنت أرمي بهما بدون نصل يعني النبل ما بحافة جارحة وإنما يكون عودة فقط ورغم ذلك يرمي بها لأنها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم هذا الرجل ما يميز حياته الاستقامة والصدق والأمانة وإطابة المطعم وإجابة الدعوة فلما أحد المغرضين كذب عليه وافترى عليه افتراء في زمن الفاروق عمر وكان سعد بن أبي وقاص والياً على العراق كذب كذب وافتراء على سعد بن أبي وقاص وأوصلها إلى عمر فدعا عليه سعد وقال اللهم أطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن وفعلا دارت الأيام وأصبح هذا المفتون رجلا كبيرا عمره قرابة الثمانين عاما وقد نزل حاجباه على عينيه وهو يقف في الأسواق يتحرش بالبنات ويحتقره الناس فقال ادعوا لعمكم العجوز عجوز فقير قد أصابته دعوة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من الدروس التي نستطيع أن نستفيد منها يا شباب من هذا الفتى أننا نحرص على أن نأكل الحلال قد يتعرض كثير من الشباب اليوم إلى جانب من العمل في مكان فيه ربا أو مكان فيه شبهة حرام أو مكان فيه حرام كأن يعمل في القروض الربوية أو كأن يعمل في بيع السكائر وما إلى ذلك كل هذه المسائل ينبغي عليه أن يكون شجاعا وثابتا ليتجنب هذا الموضوع يتجنب أي شبهة للحرام لكي يكون مطعمه حلال لكي يكون مجاب الدعوة مثل سعد الدرس الثاني من دروس سعد بن أبي وقاص ألا وهو قيادة الجيوش فقد كان سعد بن أبي وقاص بالرغم من أنه رامي من الدرجة الأولى وشجاع وجسور فقد كان صاحب حنكة وقيادة رائعة في قيادة الجيوش ويرتبط اسم سعد بمعركة القادسية تلك المعركة الكبيرة لا بل من أضخم معارك الإسلام بين المسلمين وبين الفرس فقد جمعوا ما جمعوا في أرض القادسية في العراق فعبر إليهم سعد بن أبي وقاص نهر دجلة وكانت هذه الملحمة التي طالت قرابة أربعة أيام فعل فيها المسلمون ما فعلوا رغم قلة عددهم فقد كان عدد المسلمين آنذاك خمسة وثلاثين ألف وعدد جيش الفرس آنذاك مية وعشرين ألف قرابة الأربعة أضعاف وكان لهم من الفرسان وكان عندهم ثيلة وكان لهم ما لهم ورغم ذلك أدار سعد بن أبي وقاص المعركة بقيادة يقل نظيرها تدرس إلى اليوم كيف انتصر في هذه المعركة ثم توالت الانتصارات للمسلمين والانكسار للفرس حتى انتهت دولة فارس تماما وقال عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ودخل سعد بن أبي وقاص المدائن فاتحا ودخل إلى طاك كسرى هذا الإيوان الضخم وكان متواضعا في مشيته كما هو حال سيده ومعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا فدخل وجمع كنوز كسرى والذهب وأرسله بأياد أمينة إلى المدينة المنورة إلى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وعندما جاءت الأخبار بانتصار سعد في معركة القادسية فرح الفاروق عمر فرحا شديدا وشكر الله وعندما وصلت الغنائم وصناديق الذهب قال عمر رضي الله تعالى عنه إن قوما أدوا هذا لأمناء فدرس الشجاعة والقيادة مع الأمانة هو الدرس الثاني من دروس سعد بن أبي وقاص وللأسف اليوم كثير من القادة وقاعدة المعارك لا يكونوا أمناء وإنما يسرقون من أرزاق الجند ويسرقون من الغنائم والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعوا أن فتن قاتل حتى قتل قالوا هو في الجنة شهيد قال لا هو في النار في عباءة غلها يعني سرق من الغنائم قبل تقسيمها سرق عباءة عباءة سرقها فهو في النار المهم ينبغي أن نأخذ درس الأمانة في مثل هذه الأيام ما أخذ الجد لأنه للأسف قد انتشر يا شباب انتشر موضوع الرشاوة وموضوع الأخذ المال بغير الحق والسرقة من أموال الناس والسرقة من أموال الدولة وكل ذلك حرام في حرام لذلك تجد كثير منا يدعو ولا يستجاب له ينبغي أن نأخذ هذه المسألة كأسوة لنا من سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه أن نكون أمناء في إصال الأمانة وأن لا نأكل إلا المال الحلال لكي نكون مجابي الدعوة عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تستجاب دعوته وممن تكون الأمانة صفته ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا بسيدنا سعد بن أبي وقاس في الجنة ومقتبل عمره رضي الله عنه وأرضاه